شهدت جبهة حمك بين إب والضالع معارك عنيفة مع المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح أدت إلى مصر أي وجرح ما لا يقل عن 17 من الميليشيات الإنقلابية فيما استشهد خلال المواجهات العقيد في الجيش الوطني عبداللطيف القحيف واثنين آخرين معنوية رجال المقاومة وفاء للشهيد البطل عبداللطيف القحيف وللوطن والدفاع عن الشرف والعرض في ميدان البطولة والرجولة يعني قوية وزادت من معنوياتهم وزادت من أسنادهم من المواطنين الآخرين تقول مصادر المقاومة الشعبية في حمك أن جثامين قتل حوثيين ما تزال متناثرة في سفوح جبل يبار والمواقع المحيطة به حتى اليوم الآن نحن مرابطين هنا بالمحل الشرف والصمود من أجل مقاومة الحفافيش والمارغين والآن إن شاء الله وستشهد علينا الفندم عبداللطيف القحيف البطل والذي استشهده زاد من عظيمتنا وقوثنا وإن شاء الله أننا على ذلك بسائرين محاولات مستمرة لميليشيات الحوثي لاقتحام جبل يبار الاستراتيجي في العود لكنها تبوء جميعها بالفشل أمام صمود المقاومة وقوات الجيش الوطني الذين تصدوا حتى الآن لأكثر من ستين هجوم نفذته الميليشيات على المنطقة منذ اشتعال الجبهة قبل أكثر من نصف عام يؤكد رجال المقاومة الشعبية هنا في جبهة يبار بمنطقة العود بالظالة أنهم ماضون على خطى درب الشهداء الذين سقطوا يوم أمس ويتعهدون بمواصلة الكفاح كما يقولون فوزي المريسي قناة السهيل من منطقة يبار الظالة